دكتور عحمد ثابت كابتل شريف ايه رأي حضرتك في المباراة اليوم مش حنخرج من بتاع غير عدم التوفيق بس كمان حتى في الاداء الجاية خلال المباراة انت اتفضلت وقلت انا عامدي مباراة سيئة احنا ضعبنا على تاريخ اللقاء الاول يعني سمعت المباراة في اللقاء الاول ان انت احرصت خمس اهداف وكان ممكن تحرز اكتر من كده تخيل بعض اللاعبين ان هذا الفريق لا استطيع ان يفوز عليه يعني فكان الاداء هادي جدا نسبي جدا تحركات برضو ليلة جدا بتحاول تخطف المباراة بهدف او اتنين يبقى لك ليك وجود فيه عدم توفيق فيه انانية في لعيبة معينة كنت تقدر تحقق في كل فرصة بتجيلك فرصة تقدم او فرصة تعادل او فرصة اي حاجة انت قدر الله مش حقا فعلا انت ملكش النهاردة حظر انك انت تغلق حتى متعادل من المباراة ويجوز ربنا رأيت بيك انت انك انت زي ما انت قلت تفوق الدنيا شوية تخلي حتى لاجهزة الفنية تقدر تعرف الاخطاء فين بتاعتها لما تبقى شايف كام لعيبة عندك شايف تخش في التفاصيل او جوا لازم كان يتغيروا من بدر جدا لازم انت زي ما قلت في مبرسة فاكسي اللي انت تعادلته فيها واحد واحد كان لازم يقولك انياب في تونس وكان عندك انياب الحقيقة كان عندك متعب وفلافيو او لا غير الطريقة تمامة اه غير وبعدين استطلت واحدة وخدت بيها البطولة يعني نعم انت هنا برضو كان لازم انت بتبقى من بدر جدا لازم تطمع انك انت في حد جنب اجاييه اللي هو لوحده او انا شايف ان المساعد قهد يقول له مش هينفع الراجل ده لوحده حتى بلد في العرضية اللي هي بتاعت اجاييه اللي لو كان خد خطوة ده انا اتفقيت انا وانت عليك هم ممكن يجيبها جولة او انه هو مش مش حيبها مغطي المنطقة دي كلها لوحده نعم وجود اه عامل اه مساعد في خط الفرود مع اجاييه بيخلي او دعم جاييه من نص الملعب الدعم كان مفقود النهار ده برضو البعد وغير التقارب اللي احنا كنا متعودين عليه نعم فانا شايف اه في حاجات كتير اوه حنتفدها من الخسارة دي وانا شايف برضو ان المجموعة على قد الناد الاهلي يعني الناد الاهلي هيغطي مطش الجاي ويغطي مطش الثورة يعني ما عندناش انا مش الان انا كشريف يعني على النهوض ونروح الدور اللي بعده غير ان احنا عايزين نستفيد بقى من المباراة دي يعني مكتب لنا ان احنا نخسر كابتن المباراة دي واحد سفر بشكل هما مش احسن منك على حال يعني هما برضو عملوا الطويل اللي كان فيه عدم وقوف اه خط الدفاع بتاعك بتنظيم اه ياسر ابراهيم النهاردة فيه حاجات غريبة جدا كورة عالية ما بيعملاش تأدير جيد كزا واحدة حتى في واحدة خدع فيها الشناوي ونزلت للشناوي وخدع بس دي كانت بوادر على ان فيه عدم تركيز من خط يمكن اي من عشر في الوحيد اللي عنده النيرف النهاردة ان هو يعمل اي حاجة برضو في الالتزام وفي الشكل التمركز ما كانش برضو مضبوط من الدفاعات بتاعاتنا فيه ده اللعيبة كانت مش هوسة شوية مش عارف تعمل هجوم ولا الدافع ومش مصدقين ان اللي احنا قلنا عليه قبل المطش ان اللعيبة دي عندها قوة السرعة وقوة الانتقال وممكن يروحوا واللعيبة اللي احنا خايفين منه هو اللي جاب الجود يعني بقى شكل واضح عندنا احنا على الورق ان دول لما تفرجنا عليهم التاني في المطش اللي كان في مصر هنا مين هما اه لعيبتنا احنا مقدرتش تسيطر وتستغل اه حسيني الشحات كان عنده في اول اه شوط اول شوط تاني اه واول شوط الاولاني كان من دخل بيها الجوه مش لاقي حد بالعرض راح هو اخده بشماله في كليل ندفد نفس الشكل عنده كان فرصة في اول هفتايم عنده انطلاقات معينة كانت ما كانتش موجودة درجة انه اتغير رمضان صبح بقى علامة استفهام كبيرة قوي الهارمون بتاع الفرقة كله هو في دنيا والفرقة في دنيا يعني انا بالنسبالي هو واقف حتى شوية ينقل ويروح رايح ناحية المين مرايح شوية شوية ينقل مش عالف يروح نوطس الملعب شوية يعني والراجل مش شايف ان رمضان صبح مش قادر النهاردة حتى يقدي عنده وجهات في عدلات رجل واضح جدا ان هو مش مش فول باور يعني مش مش العيب مكوناته وموهبته وطريقته مش موجودة حتى النهار ده لوحدة في التمنتاشر عشان يكمل حتة صغيرة بس فيدرب الدفاع وجيت لأ وقف واستناها واستلمها وعايز يبني هجمة تانية ما جيه ففي في عطل معين مع رمضان في عدلاته على ما اعتقد مش اكتر من كده يعني العدلة بتبقى كويسة الفكر كمان بيبقى كويس يعني احنا خليلا السفيدة كابتن من المباراة دي مش مش نهاية العالم انها نحسن مباراة برا ما. طبعا. لا انت عامل بتفري معاك انت بس كنت اتعدلت كانش الهايكل ده كله حيتغير انت بس لقيت الدنيا اتزبطت لو ااا اتزبطت له اخرين يعني. لو النهاردة حصل نتيجة جيدة الثورة كسب مثلا فيتا كلاب. خلاص انت الهاردة كان مفيش اتعادلوا الاتنمت النهاردة مفيش اي اخفقات. وانت تقدر تعدي فيتا كلاب هناك بدرول مسلا وتكسبه معادي جدا. لان كنت عندك المقدرة وانت الفرقة الوحيدة اللي في المجموعة دي اللي ما يخوش فيها جول قديك شايف تقدر تروح للجون تاني وتعود وتقدر تهدف وتقدر تهدف القبل والبعد. انا ما عنديش مش عايز يعني يا اخي الحاجات وبصادمة بالنتبال النهاردة. غير ان الفريق المنافس ليس بالكفاءة اللي هي تخليها تفوق عليك ويطلعك اواخد منك تلاتة بونط مرات. تمام.